أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن قمراً صناعياً يزن نحو 2294 كيلو جراماً سيصطدم بالأرض غداً الأربعاء، وذلك بعد نحو 29 عاماً من إطلاقه إلى الفضاء وإعلان خروجه عن الخدمة عام 2011. ومن الممكن أن يصل القمر ERS2 إلى الأرض في غضون 15 ساعة قبل الموعد المتوقع لسقوطه أو بعده، إذ لا تستطيع وكالة الفضاء التنبؤ بموعد ومكان دخوله الغلاف الجوي للأرض بدقة، حسب ما أفادت به صحيفة ديليميل البريطانية أمس الاثنين. وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم 13 فبراير، قدرت وكالة الفضاء الأوروبية أن أكبر جزء من القمر الصناعي يمكن أن يبلغ سطح الأرض هو 115 رطلاً، 52 كيلو جراماً. وحسب الوكالة، تقدر احتمالات سقوط قطعة من القمر الصناعي على رأس شخص ما بواحد في المليار، فعندما يؤخذ في الاعتبار أن 71% من سطح الأرض عبارة عن ماء، فمن المحتمل أن يحدث القمر الصناعي دفقة كبيرة في مكان ما. وعند دخول القمر الصناعي الغلاء في الجوي الأرضي، تعمل الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك على تفكيكه وحرق أجزاء كبيرة منه، وفي العادة يصل إلى الأرض ما نسبته 20 إلى 40% من الكتلة الأولية، لكن بسبب حجم القمر الكبير نسبياً، تبقى هناك فرصة لإحداث أضرار نتيجة لاستضام ما تبقى من حطامه. ووفقاً لوكالة الفضاء، سيحترق معظم القمر ERS2 عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض، مع احتمال سقوط بعض الشضايا المتبقية في المحيط، ولن تحتوي أي من الأجزاء على أي مواد سامة أو مشعة.